يفتتح اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هرم زوسر المدرك بمنطقة سقارة الاترية يرافقه وزير السيحة والاتار خالد العناني وعدد من الوزراء والمسؤولين يأتي ذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به بتكلفة بلغة 100 مليون جنيها كما يُعقد مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مشروع الترميم بحضور نخبة من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الاترية اشتركوا في القناة